نسبة 100% تم تطبيق الخطة الزراعية للعام الحالي حيث بلغت المساحات المزرعة بالقمح 15500 هكتار و314 دنما من الشعير ضمن المناطق الآمنة ويعد المحصول جيدا حتى الآن من الناحية المرضية والإصابات الحشرية بدأت مع بداية هذا العام تنفيذ الخطة الزراعية لمسم الشتوي عام 2022-2023 الخطة كانت مقررة بـ 78% من المساحة الكلية نفذت الخطة بنسبة 100% تم توزيع الأسمدة الأزوتية 10 كيلوات للدونم والمخطط هو 23 كيلوات للدونم لم نستلم إلا 10 كيلوات بانتظار أن يوفر المصرف الزراعي الكميات المطلوبة والمتوفرة لديه عندنا تعزيل المصارف يعني هذه بقاية الأهمية عندنا السماد السماد انطورنا 23 كيلو لحتى الآن ما وصلنا غير 11 كيلو نعاني من المية نقصى المية ونقصى المحروقات والمواد الأسمدة وتصليق عندنا بالقناة الامسي 19 صارنا مطالب بالحوض يعني من رجعنا على الأرض المحررة إلى اليوم هذا ما نفذنا كل شيء مديرية الزراعة في الرقا قامت بتوزيع المحروقات لحراثة الأرض وليرية الإنبات للأراضي التي تروى على المحركات كما تم توزيع الدفعة الأولى من الأسمدة فيما يتم توزيع الدفعة الثانية حسب المتوافر حتى نهاية الشهر الجاري تم تنفيذ خطة المحصول الشتوي في منطقتنا في الريف الشرقي المحرر فالمشكلة الأساسية التي نعاني منها هي عدم توفر المياه المحروقات التي نستلمها غير كافية الأسمدة التي سلمناها غير كافية فمنطقتنا زراعية وزراعتنا في خطر موسم الحنطة وضعه سيء السمات قليل سجلنا على 26 آزوتي وما جانا ألا 10 كيلوات وين الباج يقولون ما نعرف مطالب الفلاحين اقتصرت على توفير الأسمدة بالكميات الكافية وزيادة المحروقات لهذا العام لأن الآبار بدأت تجف بسبب سيطرة ميليشيا قصاد على محطة ضخ رقا 5 والسبب الأكبر يعود لانحسار نهر الفرات الذي يزداد يوما بعد الآخر نحن نعاني من المشروع المتحت السيطرة مقطعين من المياه وما في البرادات جفت من المياه والسماد 10 كيلوات لا يكفي الفلاح نهائيا وهذا الموجودة سنعاني من قلة المحروقات وقلة السماد سماد أن طوان 12 كيلو وما بي سماد وشيس السماد حر 295 ألف وشيس الثلاثين 190 ألف ولا حول وقلت بالله ما عن مشية نعاني من السماد ما بي سماد قليل السماد نسبة السماد والمازوت وما بمية والبيار قليل من المية خالص الأراضي المزروعة بالقمح في ريف الرقة بحاجة إلى رية عاجلة لإكمال عمليات الإنبات وذلك بسبب انحباس الأمطار لفترة طويلة حيث يعد الموسم جيدا ووفيرا إذا تم استكمال مستلزمات الإنتاج وتوفيرها للفلاحين بالإضافة إلى وجود حاجة ملحة لإطلاق المياه في قنوات الري من أجل سقاية القمح